اهلا وسهلا فيكم من جديد مع موجات البرد مدافئ الحطب تغزو من عزلنا إذ بلغت نسبة استخدام الطاقة المعتمدة على الحطب للتدفئة حسب الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني لعام 2015 ثاني أعلى نسبة بعد الكهرباء في الأراضي الفلسطينية هذا مؤشر إذن على تنامي الإقبال على الحطب وبالتالي على الشجر فإيش دور وزارة الزراعة بهذا الخصوص معنا للحديث عن هذا الموضوع مدير عام الغبات والمراعي الأستاذ باسم حمد صباح الخير صباح الخير يعطيك العافية بداية في ظل هذه الإحصائيات يعني احنا نشعر بهذا الشيء أن الناس بقضينا على الحطب بشكل كبير ولكن حتى الإحصائيات من جهاز المركز الإحصاء الفلسطيني يقول أنه فعلا الخيار المواطن الفلسطيني للتدفئة مصدر الثاني صار الحطب نفسه وزارة الزراعة بداية كيف تنظر لهذا الموضوع؟ يعني هذا المؤشر هو يعني خلينا نقلك على هذا الموضوع نقلك على الأشجار اللي هي مصادر طبيعية مهمة في فلسطين هذه الأشجار هي مهمة من الناحية الاقتصادية مهمة جدا من الناحية البيئية من الناحية الاجتماعية وثقافية لذلك يجب المحافظة على هذا المصدر الحيوي والمهم وهذه مسؤولية أيضا طبعا هي وزارة الزراعة بشكل أساسي هي المسؤولة عن إدارة هذه المصادر الطبيعية اللي هو الأشجار الحرجية وحتى طبعا يعني الأشجار المثمرة هي في مزارع الناس والمزارعين وهي مسؤوليتهم أيضا الحفاظ على هذه الثروة الحرجية والأشجار المثمرة المشكلة أو المعضلة اللي بتصير في هذا المحل اللي بتصير فيه مغريات أن القرار بيكون قرار فردي عند الشخص بأنه يقطع شجر يستثمر فيها بيصير وكأنه فيه مغريات للشخص وبالتالي بيقبل على هذا السلوك سؤالي في هذا الجانب هل فيه جهة مراقبة بتقود دور المراقبة على هذا الموضوع أم أنه أساسا هو مش متنامي هذا الشيء في فلسطين كثير اللي يحرك الجهات الرسمية إنها تاخد إجراءات بحقه نعم هو الجهة الرئيسية الحكومية المسؤولة عن الحفاظ على هذا الغطاء النباتي هو وزارة الزراعة ولدينا نحن في وزارة الزراعة يعني إدارة عامة للغابات والمراعي ولدينا حوالي أربعين طواف حراج منتشرين في هذه المواقع بدون في هذه المواقع ووظيفتهم الأساسية هو حماية المواقع الحرجية من التعديات والتعدي قد يكون بالقطع التعدي قد يكون من خلال حرائق التعدي قد يكون على حدود المواقع الحرجية فلدينا يعني إحنا لدينا أربعين طواف حراج نحن نطبح إلى زيادة هذا العدد من أجل الحفاظ طبعا على هذه الثروة الحرجية المهمة وكل شخص يتم مضبطه في قطع هذه الأشجار يتم الاشتكاع عليه وتحويله إلى النياب العامي والآن لدينا ناس موقفين في منطقة طول الكريم وفي مناطق دورة حتى الحراج المصنى في هناك حراج خاص يعود الأشخاص أيضا ممنوع القطع إلا بإذن منازلة الزراعة ولدينا أشخاص موقفين لأنهم قطعوا أشجار في أراضي خاصة حراج خاص لذلك هذه المهمة هي مهمة وزارة الزراعة أما الأشجار الموجودة مثلا أشجار الزيتون الموجودة في مزارع المزارعين فهي مهمتهم الحفاظ عليها ولا يجوز لأي مواطن أو أي مزارع أن يكون بقطع أشجار الزيتون خاصة الأشجار الكبيرة المعمرة إلا بتصريح من وزارة الزراعة ووزارة الزراعة قد تعطي تصريح القطع فقط بشرط أن يتم نقل هذه الأشجار وزراعتها في مواقع أخرى أما أن يتم قطعها للتدفئة أو الغرض ما فهذا مرفوض تكشف وزارة الزراعة على عملية القطع والنقل لهذه الأشجار المعمرة خاصة الزيتون بمأذل زراعتها لضمان زراعتها في مواقع أخرى إذا كان هناك ضرورة لعملية القطع وهون بدي أسألك أنت أيضاً كمدير عام للغابات في المراعية قديش فلسطين تتحمل هذا السلوك؟ قديش إحنا بكم هالنبقى يعني إحنا عنا أكثر شيء يمكن الأشجار المعمرة انتشاراً وجوداً هو الزيتون والمشكلة للأسف كمان الناس بتقول إنه الزيتون منيح للحطب يعني منيح إذا أنت عندك حطبات هم من شجر زيتون في هذاك وكأنه شيء ممتاز فهو كأنه بصير فيه إقبال أكثر ولكن قديش فلسطين تتحمل لأنه يكون فيه إقبال كبير من المواطنين على استخدام الحطب كمصدر للتدفئة وبالتالي هم رح يحتمدوا هذا النوع من الشجر لوزيات أو الزيتون عملياً يعني هو بصراحة يعني إحنا فلسطين تصنف من الدول ذات الغطاء النباتي القليل لذلك إحنا يعني ما في عنا غطاء نباتي كبير أو كثيف اللي بتتحمل نقطع جزء من هذا الغطاء النباتي من أجل التدفئة عندنا إحنا في فلسطين حوالي عشرة مليون شجر الزيتون يعني الزيتون مرفوض يعني نقطع هذه الأشجار أما في الأشجار الحرجية لدينا أيضاً مساحات متواضعة فلا يجوز قطع أي شجرة حرجية يعني بدون أي مبرر وهذا يكون من خلال وزارة الزراعة وبتصريح من وزارة الزراعة أحياناً يكون هناك في داعي لقطع مثلاً أشجار حرجية إذا كان في عنا هبات رياح قوية إذا كان مثلاً ثلوج إذا كان مثلاً صار في حريق قد اضطر إلى إزالة هذه الأشجار أشجار بتقع عندنا الأشجار الحرجية عندنا في مناطقنا هي مزرعة في مناطقة جبلية التربي يعني ضحلة جداً فأي حركة هوا يعني يؤدي إلى تصاقط عدد كبير من الأشجار فبالحالي هذه وزارة الزراعة تقوم يعني بطرح عطاء وترسية هذا العطاء على مقاول وهو يتولى عملية قطع هذه أو إزالة هذه الأشجار الواقعة والفلوس بتروح إلى ميزانية الدولة بهذا الخصوص إذا كانت نحكي عن أراضي أساساً عامة يعني مش أكيد مش خاصة هذا بذكرنا في الحدث اللي حصلت قبل شهر أو شهرين بالخليل كان فيه احترق أو ما بعرف فهم بدي أسألك عن القصة يعني الوراء احتراق مئة وسبعين شجرة وبالتالي تم كمان تقديمهم كعطاء أو مزاد يعني لشراءه كحطب ممكن تحكي لنا شو اللي صار بهذاك الوقت نعم هو يعني من أكبر أعداء الطبيعة الحرجية هو الحرائق فالحرائق هي قد تحدث بأسباب خاصة في فصل الصيف نتيجة اتفاع درجة الحرارة نتيجة بقايا أعقاب سقاير أو يعني أو مزارع بيحرق في مزرعته وتمتد الحريق إلى منطقة الحرجية إذن هناك في أسباب متعدل الحرائق وقد حدث حريق في منطقة الخليل ليش بهدف استثمار الشجر لا لا إطلاقا ليس بهدف استثمار يعني الهدف الأساسي كان هو فعلا يعني وكأنه كارثة حصلت في الشجر يعني انحرقت لأرض بالضبط يعني هو يعني مضر جدا على الأشجار وهذه الشجرة اللي عمرها 60 أو 60 سنة وتم الاستثمار فيها وتعب عليها لمدة سروة طويلة يعني في لحظة واحدة تصبح يعني هباء منثورة فتم طبعا ترسية هذا العطاء على مقاول وقام بقطع حالة الأشجار والفلوس طبعا بتروح لحالها يعني ميزانية الدولة تم إزالة الأشجار يعني استاقطة بهدف إعادة تأهيل الموقع الذي احترق وهنا أيضا يتم دورة الزراعة التدخل في إعادة زراعة الأراضي التي يعني يتم فيها حرق الأشجار إذن فقط في هذه الحالات اللي هي بصير فيها إعطاء مجال أو لبيع يعني هذا الحطب في الحالات اللي بيكون المضطرين يعني فيه اضطرار ما فيش عنا مساحات اللي بنقطع فيها شجرة وبينبيع للناس ما فيش عنا هذا إشي ما فيش موجود مش وارد إلا عن طريق أشخاص اللي هم باخدوها كمهنة وبيحاول يبحثوا عن حطب زائد عند ناس أو مخزن من سنوات وهون سؤالي هل ممكن يكون فيه تفكير جدي البحث عن بدائل بمعنى إذا المعطيات قدامنا إنه إحنا عم نعتمد عليها كوسيلة تدفئة ونقول الله يعين الناس الناس عم بتحاول تبحث عن حلول اللي تدفى منها عمليا في ظل الغلاء اللي بنعيشه ولكن هل ممكن يكون فيه خيارات أخرى وتحكينا شو بتفكر وزاة الزراعة في هاي الحالة يعني الغابات بالشكل العام في العالم تصنف إلى قسميا غابات إنتاجية الهدف منها هو إنتاج الخشب ويتم انقطع طبعا الأشجار واستخدامه للأغراض المختلفة والقسم الآخر هي غابات للحماية البيئة وحماية التربي فإحنا غاباتها في فلسطين هي ليست إنتاجية لأجل إنتاج الخشب فقط يتم زراعة هذه الأشجار من أجل حماية البيئة وحماية التربيل الإنجراف والأغراض بيئية في الحال هاي ممنوع قطع نهائيا الأشجار الحرجية حتى الأشجار مثمرة ما دام هي في إراض المواطنين ممكن قصها إذا كانت أصبحت معمرة مريضة ممكن قصها لكن في الغابات الحرجية هي غابات بيئية يمنع قص أي شجرة إطلاقا صحيح هناك فيه توجه الإقبال على التدفئة بواسط الحطب بصراحة ما عندنا إحتياط أو غابات كافة اللي نسمح للمواطنين بقطع الغابات في الحال هنا فقط هو أنه ممكن استيرام الحطب من الخارج أو من داخل خط الأخضر هذا الحل الوحيد أما غاباتنا فقط يتم إزالة مئات أو بعض مئات الأشجار سنويا اللي بتقع بفعل الرياح بفعل الأبطار بفعل الثلوج أو بصغ الحريق أو أن أحيانا نضطر أنه فيه على جوانب الطرق بعض الأشجار المائلي اللي قد تؤثر سلبا أو تسبب ضررا على المارة أو فيه أشجار بحد المدرسة بتكون أيضا غير سلمة فتكون وزارة الزراعة أيضا بقطعها من خلال مقاولين بطريقة رسمية وشارعية وهون شو بتنصح الناس و تحكي لناس يعني 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 في ناس عندهم مش خيارات أساسا وفي ناس هم عم بيقوموا بقطع أرجال بهدف بيعها وربح فيها شو بتنصح الناس يعني كمان جزء من التوعية ومن ترسيق خايل مفاهم مهم أنه إحنا ننشره ونعززه فيما بيننا يعني إحنا في كل أحوال يعني يمنع قطع الأشجار وهناك عقوبة على من يقوم بقطع الأشجار أو اعتداء على الغابات بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة نحن مسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يرسل الجيش كان يوصيه بعد انقطع الأشجار والرسول يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع إلا أن يغرسها فليغرسها فديننا يعني السمح يعني يحف على زراعة الأشجار وعدم قطع الأشجار هناك أيضا عقوبات يعني رادعة من أجل منع قطع الأشجار وحماية الغابات هي بصراحة هي حماية وزارة الزراعة بشكل أساسي لكن هي بحاجة إلى تعاون من أيضا المجتمع المحلي حول الغابات من الناس فنحن نوصي يعني بعدم قطع الغابات ووزارة الزراعة سنويا تقوم يعني هناك لدينا مشروع وهو مشروع تخضير فلسطين اللي هو الشق الأكبر منه هو شق المثمر يتم توزيع حوالي مليون أو أكثر من مليون شتلة مثمرة على المزارعين وخاصة أشتال الزيتون بأسعار رمزية يقوم المزارع بزراعة هذه الأشتال في كافة المناطق؟ في كافة المحافظات والشق الثاني هو الشق الحرجي حيث تقوم وزارة الزراعة سنويا فقط وزارة الزراعة بتحريج ألفين دنوم سنويا يتم زراعتها حوالي 150 ألف شتلة حرجية وهناك حملات كثيرة من أجل التوعية حمليات مع المدارس في تحريج تخضير المدارس هناك أيضا تعاون مع أجهات حكومية مثلا قبل سنتين قام السلطة النقد الفلسطينية بتحريج 500 دنوم فهذا يعني هذه مبادرة كثيرة كانت جيدة ونحن ندعو كل المؤسسات سواء حكومية أو غير حكومية أو في ذات صلاة أو غير يعني زي سلطة النقد يعني بالضبط أي جهة حكومية يمكن يعني إحنا نمفر له مثلا مساحة 200 دنوم 300-500 حسب قدرتها وتقوم بتحريج هذا المواقع لأنه بحاجة إلى تخضير فلسطين هناك مساحات شاسعة بحاجة إلى زراعة يعني وزارة زراعة فقط 2000 دنوم هي مساحة بصراحة يعني مطبولة يعني نحن نريد مساحات أكثر من أجل أن نصي إلى فلسطين خضراء يعني في كافة المناطق إذن يعني إحنا بنحكي عن العام المنصر تم زراعة هذا الكامل بنحكي عنه وإحنا في عام جديد نحكي عنه هذا المشروع بتم أيضا تجديده من جديد وعادة هذا التخضير أوه لي مرة واحدة هذا المشروع من 7 سنوات وحالي العام الماضي تم توزيع الأشجار وزارة 2000 دنوم وحاليا يتم يعني زراعة إحنا بلشنا في زراع يعني زراعة أجسا الحرجية من أسبوعين أو تقريبا من شهر والحمد لله حاليا فيه أمطار فعملية الزراع يعني مستمرة سيتم يعني زراعة 2000 دنوم لا أبالغ إذا قلت أن فلسطين من الدول الوحيدة في دول الشرك المتوسط التي تزداد فيها مساحة الغابات نتيجة اهتمام وزارة الزراعة في زراعة الفين دونس سنويا وتوزيع ما لا يقل عن 300 ألف شات الحرجية وظلية 300 ألف شات الحرجية توزع على البلديات توزع على المجالس المحلية على الجمعية والحيوانية توزع على المجارعين من أجل هم بدورهم يقوم بزراعتها سواء في تزيين مداخل المدن تزيين مداخل القرى زراعة في المدارس على المقابر في المستشفيات في الأماكن المختلفة إن شاء الله أن هذه المعلومة لا تكون مبالغة تكون على أرض الواقع في ظل هذا الصراع أيضا على الأرض وأيضا يعني مصادرة هذا الكم من الأراضي ولكن كمان إحنا بنطالب يعني فعلا أن نأخذ وهذا ما منعتبره فقط مسؤولية وزارة الزراعة هذا مسؤوليتنا مسؤوليتكم مسؤولية الإعلام مسؤولية الناس كمان بس نحكي عن هذا الكم من إقبال الناس على استخدام الحطب كمصدر أساسي هون ما بدلوا من ناس لأنه كمان الأدوات المختلفة مش متاحة نحكي لهم استخدموا كهرباء طب ما هو في مشاكل في الكهرباء ولكن على الأقل هذا العنصر الأساسي إحنا نمتلكه شجرنا المعمرة وأراضينا المزروعة للناس كمان عم تدفع يعني حياتها مشان هالشجرات نتمنى أنه ما يكون هناك إقبال من هذا السوق يعني هو قطع الأشجار هي صفة نحن نطلقها على المستوطنين مش هيك أقل الأشجار والاحتلال هذا من قام لا نريد أن يكون المواطن الفلسطيني أيضا بهذه الصفة نريد أن يحافظ على هذه الثروة الطبيعية هي توصية بالنهاية كمان لوزاة الزراعة أن تأخذ هذا الموضوع يعني وأكيد إحنا واثقين أنه في حال أنه بيكون في خطر حقيقي عم نلحظه على الأرض ولكن للسنوات القادمة في خوف حقيقي فعلا من الإقبال بهذا الكم على قطع الأشجار خصوصا المعمرة من سنوات عديدة يعني من الغابات لأساسا هي تزرع لأنه لتكون مصدرها لإنتاج الأقشاب شكرا لك أستاذ باسم على أمل أنه يكون لقائنا القادم نحكي فيه عن تقليل قطع الأشجار في فلسطين وليس فقط زيادة إقبال الناس على تقطيحها يعطيك ألف عافية وبتمنى كمان هذا اللقاء وهذه المعلومات تترك أثر النقاش مساحة للنقاش عند الناس في بيوتها ومع أشخاص كمان اللي بيقوموا بقطع هذه الأشجار وهذا أيضا ختام حلقتنا في هذا الصباح شكرا لكم على حسن المتابعة مني منتاقم العمال أجمل التحيات واللقاء يتجدد غدا عند الساعة التاسعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة